تعالوا بقى نروح لي يعني عالم الاثار بتاعنا احنا عارفين مصر كمية الاثار اللي عندنا وخصوصا الاثار اللي يعني خرجت خارج مصر واللي يعني بنحاول نستردها والحقيقة وزارة الاثار طول الوقت بتحاول حصر وجمع الاثار اللي موجودة اللي ممكن يعني تستردها بشتى الطرق تسلمت مصر احدى القطع الاثارية الهامة من دولة سويسرا وهي يعني مجسم لجزء رأس رمسيس الثاني يعني جزء من رأس رمسيس الثاني والذي خرج من الموقع الاثري زي ما انتوا شايفين السورة هي ده جزء منه وطبعا هو خرج من الموقع الاثري بتاعه بطريقة غير شرعية بيعود تاريخه يعني تفتيت شايفين حقولكوا رقم السنة التاريخ بيعود الى اكثر من 3400 عام فانت بتتكلم على 3400 عام قطعة اثارية مهمة جدا بالنسبة لنا ومصر بتسترد جزء من هذه القطعة خلينا طبعا واحنا امام ان شاء الله افتتاح كبير للمتحف الكبير فيعني مهمة جدا ان كل القطعة الاثارية المصرية تبقى موجودة وتعود الى موقعها وبلدها وموطنها الرئيسي مزيد من التفاصيل هتكون مع الاستاذ شعبان عبد الجواد المشرف على ادارة الاثار المستة اللي بيتم استردادها بوزارة السياحة والاثار خلينا ناخد مزيد من التفاصيل مساء الخير يا فندم مساء الخير على حضرتك يا سيدة الشفكي وعلى السادة المشاهدين يعني كلمنا عن الاسترداد وبدأ ازاي ويعني ازاي تم الاسترداد والتفاوض مع سويسرا في الحقيقة طبعا زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة بشكر حضرتك عليها وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع كافة جهات الدولة بتقوم في هذا الملف بدور كبير جدا يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك ان مصر نجح في الفترة من 2011 وحتى السنة دي في استرداد اكتر من 29300 قطع اثارية وده رقم كبير جدا 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 مصر نجحت في استرداده في فترة اوليلة جدا من عدة دول يعني هدى حضرتك على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية مصر استرددت الكثير والكثير من القطع الاثارية يعني يأتي على رأسها التابوت المذهب الكاهي المشي معنخ وده تابوت جميل جدا مغطى بالذهب وده يزين مدحف الحضارة في الحضارة المصرية في الفسطات استرددنا مجموعة كبيرة جدا من القطع الاثارية الاسلامية مجموعة كبيرة من القطع الاثارية المصرية استرددنا من سويسرا من انجلترا من فرنسا من اسبانيا من دول عربية زي الاردن من الكويت من الامارات العربية المتحدة من المكسيك من كثير وكثير من الدول العالم استرددنا مجموعة كبيرة جدا من القطع الاثارية بالنسبة للقطعة اللي حضرتك بتتكلم عليها هي سوركة وقطعة من أحد المعابض في مدينة أبيدوس في محافظة سهاج في نهاية السمانينات وبداية التسعينات القرم الماضي مصر فضلنا متابعين القضية دي لفترة طويلة جدا والقطعة دي وعملنا لها تراكينج في أكتر من دولة ذهبت إليها وتحركت من دولة الأخرى واحنا نتابع الملف إلى أن استقرد في دولة سويسرا وعشان فيه بيننا وبين دولة سويسرا اتفاقية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في المتركات الثقافية التي تم توقعها ما بين وزارة الآثار والسلطات السويسرية في 2010 الحمد لله بعد مجهودات قامت السلطات السويسرية بتسليم هذه القطعة الأثرية النادرة إلى سفيرنا في بيرن السفير واي الجاد وتم تسليمها يوم 3 يوليو الجاري طب أنا بما أن حضرتك مختص بالأثار المستردة يعني عايزة أعرف دلوقتي لما بيتم استرداد قطعة زي دي طبعا رأس رمسيس تاني حاجة مهمة جدا بيبدأ بقى يبقى فيه نوع من أنواع السيانة بتروح بيبقى هتروح فين هتبقى موجودة فين دلوقتي عندنا المتحف الكبير ولا حيبقى لها مكان تاني سؤال حضرتك سؤال جميل ومهم جدا في الحقيقة طبعا إحنا عندنا مجرد القطعة الأثرية المتصل إلى حدود جمهورية مصر العربية وتصل إلى مصر يتم تخيلها مباشرة إلى السيانة لأنها تم تدولها من يد إلى أخرى فيتم عمل السيانة والترميم اللازم لهذه القطعة ثم تعرض على لجنة في وزارة سياحة أثار اسمها لجنة سيناريهات المتاحة كل متحف من المتاحة له سيناريو خاص به كل قطعة تم يعرضها على هذه اللجنة ويتم توزيعها على المتحف أو على السيناريو الذي يليق بها فهناك قطعة أثرية مستردة معروضة في متحف الأكسر في متحف شرم الشيخ في متحف الغردقة في المتحف المصري بالتحرير في متحف الحضارة المصرية والكثير والكثير من القطعة الأثرية وهناك بعض القطعة الأثرية يمكن وخصوصا أنه كانت مقتطعة من المعابد يتم عودتها إلى اللي يتم ترميمها في مكانها الأصلي بعد أن يتم عرضها على لجنة سيناريهات المتاحة يعني إذن بيبقى في خطة عمل بتبقى يعني موجودة للقطعة اللي بتعود لحد ما تكون يعني تبقى في مكانها اللائق بيها تاريخيا والمناسب للمتحف اللي موجودة فيها ما فيش فاندم زي ما حسدتك تفضلتي ما فيش نجاح بيتم إلا عن وجود خطة مستقبلية وبلان A وB وC نحن في استرداد الأثر عندنا أكثر من خطة لكل قضية نعمل عليها وعند عودة القطعة يتم الاستعداد لها بطرق مختلفة مثل الترميم والصيانة والعرض على سيناريهات المتاحة والمكان الذي سوف تحفظ به مرة أخرى وفي نفس الوقت يتم عرض جميع القطعة الأسائية للجمهور التي يتم استردادها من باب أننا لا نسترد القطعة حتى نخزنها في المخازن طبعا الناس على أقل تبقى عارفة أن دي من القطعة اللي تم استردادها وعادت إلى موطنها الطبيعي أشكرك جدا أستاذ شعبان عبد الجواد المشرف على إدارة الأثار المسترد بوزارة السياحة والأثار أشكرك شكرا جزيلا